فتيل اضطرابات سياسية جديد يشتعل في تركيا بعد استقالة صهر الرئيس التركي من منصبه كوزير مالية البلاد فقد وصفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية استقالة بيرات البيرق بالمناورة السياسية ملوحة بأن سببها مشادات عائلية في الوقت الذي قال البيرق على حسابه الرسمي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي إنه اتخذ القرار لأسباب صحية ومن جهة أخرى ربطت وسائل إعلام تركية الاستقالة باحتجاج البيرق على قرار مفاجئ من الرئيس أردوغان لتعيين ناجي أكبال الذي يعارض بشدة سياسة البيرق الاقتصادية كرئيس جديد للبنك المركزي صحيفة واشنطن بوست سلطت الضوء على الوضع الاقتصادي الذي بات يقف على حافة الهاوية مرجع الأمر إلى قرارات أردوغان والسلوك التركي في الداخل وأيضا خارج الحدود فاستقالة بيرات البيرق مسؤول ملف الاقتصاد تتزامن مع سقوط متتال لسعر صرف الليرة التركية التي فقدت أكثر من 30% من قيمتها أمام الدولار الأمريكي وإلى جانب السقوط الحر للليرة تحدثت الواشنطن بوست عن تصاعد لافت في أرقام البطالة يقابله تراجع أشد وضوحا في معدلات النمو فغالبا مرتبط اسم البيرق بجهود غير مجدية من أجل الحفاظ على قيمة العملة التركية دون اللجوء إلى رفع أسعار الفائدة تماشيا مع موقف أردوغان الذي يرى أن أسعار الفائدة المرتفعة تؤدي إلى ارتفاع التضخم إذن بحسب صحيفة واشنطن بوست فإن حالة من الفوضى والارتباك يعيشها الاقتصاد التركي الذي يبدو أن أردوغان يتحرك لإنقاذه وتغطية سياسات مسؤوليه التي لم تجد نفعا للبلاد لينا حسب الله العربية